السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنعمل تمرين سريعة على اللي هو استخدام الصفات والظروف. طبعا احنا عارفين ان الصفة بتصف الاسم. لكن الظرف قد يصف فعل او صفة او ظرف اخر. دلوقتي عند التمرين الاول بيقول لي اقول ايزي ولا ايزيلي. طبعا هو عايز يصف التمرين. يبقى انا دلوقتي عايز ايه الوصف يبقى هاخد كلمة ايزي. الناس يتحدثون ازاي? طبعا ما قلت ازاي او كيفا? يبقى انا بتكلم عن الطريقة فهاخد كلمة كوايتلي. بولي ميستر براون كان سبيك انجليش. خلي بل حضرتك برضو هنا بتكلم عن كان سبيك. بيتحدث عن الوصف يبقى ناخد يبقى انا بصف الفعل. دايما يا جماعة لما يكون في عندي تسعين في المية باخد اللي هو من الصفة. اهو نفس الكلام. يبقى هناخد كلمة ايه طايرد. انا دلوقتي بكلم عن اللي هو طريقة الركض او الجاري. يبقى هناخد كلمة ايه كويكلي. خلي بل حضرتك هتبقى ايزيلي. طريقة حمل او رفع الاثقال. يبقى طريقة اللاعب. هتبقى ايه هتبقى كلمة هابيلي. بيقول لي هنا توني از ا سكاير. يبقى هناخد كلمة ايه جود. تمام لان انا طبعا هنا بصف الاسم. هنا بيقول لي سابلاي دي بروبر فورم اجكتف او ادفر بنفس الكلام. لكن هنا مش هنختار ولكن هو مديني الصفة يا طار هكتبها صفة زي ما هي ولا خليها ظرف. فهنا بيقول لي هو دائما يقوم بعمل واجباته ويبقى هو بيتكلم عن الطريقة فهتبقى كلمة ايه كارفولي. يبقى هناخد الظرف لان الظرف هنا هيصف كلمة ايه داز اللي هو الفعل. وخلي بالحضرتك ان كلمة هنا كظرف فهناخد كلمة كارفول لان هنا طبعا الظرف يصف الصفة. وهو طبعا عندي كمان. ما ينفعش اقول او ايه يبقى طريقة الاتيان او اه الحضور. خلي بالحضرتك يبقى ان هنا كلمة هنا ايه درايف لان درايف هنا طبعا اسوأ فهتبقى يسلولي. يبقى هنا يا جماعة لما احب اوصف الاسم بستخدم الصفة. لكن لما احب اوصف الفعل او الظرف او الصفة الاخرى بنستخدم الظرف.